المخاطر محدقة بالتجارة العالمية من كل جانب وهي تمضي إلى عام 2021 مع تسارع تفشي المتحور الجديد لفايروس كورونا تقديرات متباينة بشأن الصعوبات التي تواجه التبادل السلعي خلال العام المقبل طرحتها منظمات التجارة العالمية مؤخراً وسبقها في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ألونكتات بدورها فإن منظمات التجارة العالمية تؤكد على أن تجارة البضائع انخفضت 18% في الربع الثالث ولكن هذا ليس كل شيء فظهور المتحور أوميكرون زاد من احتمالات عدم تحقيق معدل النمو المتوقع عام 2021 يضاف إلى ذلك استمرار اضطرابات سلاسل التوريد ونقص مدخلات الانتاج كما وتسبب ظهور المتحور أوميكرون في قلب ميزان المخاطر نحو الاتجاه الهابط الأمر الذي زاد فرص حدوث نتائج سلبية أكثر أما مؤتمر الأونكتاد فيضيف إلى قائمة المخاطر التقلبات الكبيرة غير متوقعة في الطلب التي ميزت عام 2020 إضافة إلى تسبب ارتفاع أسعار الوقود في صعود تكاليف الشحن ما ساهم في نقص الإمدادات التحذيرات الأممية وصلت إلى التخوف من استمرار حدوث تراكمات عبر سلاسل التوريد الرئيسية حتى العام المقبل ويمكن أن تعيق تشكيل تدفقات التجارية عبر العالم ومن بين العوامل التي ساهمت في حالة عدم اليقين بشأن العام المقبل يستشهد الأونكتاد بالنمو الذي كان أقل من التوقعات في الصين بالتزاون مع الضغوط التضخمية التي قد تؤثر أيضا بشكل سلبي على الاقتصادات الوطنية وفي القارة العجوز فإن الاضطرابات الناجمة عن كورونا وشبح الإغلاقات قد يؤثر على طلب المستهلكين في العام 2022 عام من اختناقات سلاسل التوريد يستند على أموكرون لنقل المشاكل ذاتها إلى 2022 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر